الرئيس سيسي تفقد عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى ويوجه بالالتزام بالجداول الزمانية للتنفيذ اختتام محادثات لجنة الدستورية السورية بجناف والمبعوث الأممي يعرب عن خيبة أمله الرئيس الإيطالي يمهل الأحزاب أربعة أيام للتفاوض من أجل تشكيل حكومة جديدة التاسع صباحاً السابع في جرنة شمجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبار جديدة وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة وسيدة عائشة ومنطقة محور الحضارات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة تشملت الأعمال الحالية الجاري تنفيذها واستكمالها في مناطق شرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الأوتستراد وكذلك شبكة الكبار التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في متمر صحفي أنه يعتزم التوجه إلى دمشق قريبا لإجراء محادثات بعد أن فشلت لجنة الدستورية السورية في البدء في صياغة ميثاق جديد في جلستها الأخيرة التي استمرت أسبوعا ووصف بيدرسون جولة محادثات لجنة الدستورية السورية التي اختتمت أعمالها في جناف بأنها كانت مخيبة للأمال مشيرا إلى أنه أبلغ أعضاء هيئة صياغة الدستور والبالغ عددهم 45 عضوا أنه لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال قال نائب العام التونسي أن الظرف المشبوه الذي وصل الرئاسة التونسية الأسبوع الماضي لا أثر لاحتوائه على مادة سامة أو مخدرة أو خطيرة أو متفجرة ونقلت وكلة أنباء تونس عن بيان للنائب العام التونسي أن الفحوص التي أجراها فريق فني على الظرف المشبوه أثبتت خلوه من أي مادة مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطيرة أو متفجرة زار الرئيس الأمريكي جو بايدن مركز والتراد الطبي العسكري بولاية ماريلاند للقاء الجنود الجرحة هذا والتقى بايدن خلال زيارته التي تعد الأولى له خارج البيت الأبيض بالعسكريين سواء من العاملين بالخدمة أو المتقاعدين ممن يتلقون العلاج بالمركز هذا كما قام بجولة في مركز توزيع اللقاحات وأشار مصادر أمريكية أشارت إلى أن بايدن لديه تاريخ شخصي مع هذا المستشفى حيث توفي فيه نجله بعد صراع مع المرض دع الرئيس الأفغاني أشرف غني الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تكثيف الضغط على حركة طالبان وعدم التصرع في سحب المزيد من القوات الأمريكية من البلاد قال غني في كلمة أمام منتدى أسبن الأمني أن طالبان فشلت في الوفاء بالشروط المتفق عليها في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي مع الولايات المتحدة للحد من الهاجمات في أفغانستان وقطع العلاقات طويلة الأمد مع تنظيم القاعدة مشيرا إلى أنها استغلت اندفاع الرئيس السابق دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان لمواصلة مهاجمات القوات الحكومية وقع الرئيس الروسي بلاديمار بوتين على قانون التصديق على اتفاق تمديد معاهدة سورت ثلاثة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحات الهجومية الاستراتيجية والحد منها وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجيرا يابكوف بأن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة على تمديد المعاهدة تم بشروط موسكو على حد قوله أفاد دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي قد يعقد اكتماعا غير رسميا الأسبوع الجاري لمناقشة قضية المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني على الرغم من مخاطر التسبب بتوتر مع موسكو وقال دبلوماسيون أنه تم تحديد الأربعاء المقبل كموعد مبدئي للاكتماع الذي يري النقاش الذي يجرى شهريا حول الحرب في سوريا مشيرا إلى أن الإطار الرسمي للجلسة سيكون مناقشة تسميم نافالني العاما ماضي أمهل الرئيس الإيطالي سارجيو متارالا على أحزاب أربعة أيام للتفاوض من أجل تشكيل حكومة جديدة ذلك بعد استقالة رئيس الوزراء جوسي بيكونتي قال ما ترى لا أنه يمكن إيجاد غالبية برلمانية على أساس المجموعات نفسها التي كانت قد دعمت الحكومة السابقة أعلنت وزارة الصحة تسجيل 589 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة أشار دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إلى خروج 360 متعافيا من الفيروس من المستشفيات ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128800 حالة نهاية المجزوة ختمة نحط عن مسادة المشاهدين بأن تردد أكشن يوز الجديد هو 11785 معدل الترمي 27500 وعمل استقطاع برأسي كنت معكم أنا فيروس مكين ترجمة نانسي قنقر